قصتك مع العلا قديمة أيها الله نعم يعني عام 1980 كان عندك بحث التخرج عن المقابر في مدائن صالح صحيح معلومة صحيحة صحيح عام 1995 أنت حاولت أن تكتب مقالا في أحد المجلات المحكمة ولكن هذا المقال منع من النشر تذكر هذا المقال أو لا تذكره نعم إن شاء الله عليك نعم حدثني عن هذا المقال هذا المقال يتحدث طبعا أولا أحبنا العلاء الحقيقة من الأماك العزيزة على قلبي وهي تنافس أم محمد في وجودها في القلب لا لا أحب محمد حلال حالة نعم فهي يعني الحقيقة عشت فيها معظم حياتي في دراسة نقوشها وكتاباتها وأهلها الطيبين وأرضها الطيبة يعني الجاذبة من أجمل الجبال الموجودة في الجزاء العربية تجدها في منطقة العلاء المقال اللي كتبته الحقيقة كان فترة طويلة يعني والله للناس بالضبط لكن ما شاء الله عليك نعم منع لأنه كنت أرى أن المدائن صالح اللي تسمى مدائن صالح وهي في الواقع الحجر ليست المكان الذي في تلك الفترة ليست المكان الذي مر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ومنع المقال طبعا لم يرفض بسبب أنه يخالف الفتوى الشرعية الموجودة لأن ذاك بأنها يعني هم اعتبروا أنه مدائن صالح هي المكان الذي حصل فيه العذاب وأنت تقول أنه مدائن صالح ليست هي المكان الذي حصل فيه العذاب أنا حسب دراستي طبعا المتواضعة ولا أدعي بأنه أنا دراستي صحيحة 100% وحسب ما شفت العلا شفت مدائن صائم الحجر ليس فيها أبدا العذاب إيش الدليل العذاب الذي وقع على قوم صالح كما هو موجود في القرآن الكريم وكما هو موجود في الكتب التفسير التي فسرت هذه الأنواع العذاب التي حصلت على قوم صالح لا نجدها بأي حال من الأحوال في مدائن في الحجر ما هي الأدلة التي تقول أنها لا تثبت على مدائن صالح يعني هم كانوا يقول وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا طبعا الجبال بيوتا موجودة في كل مكان موجودة في وادي الملوك في مصر موجودة في البدع موجودة في مدائن صالح في الحجر عفوا أنا لا أريد أن أسميها مدائن صالح أسميها الحجر موجودة أيضا في بعض المواقع صعب لماذا أسميها مدائن صالح؟ لأنك ترتبط كأنها تعود إلى قوم إلى صالح النبي عليه الصلاة والسلام في حين أنه الشيخ حمد الجاسر والأستاذنا الفاضل والأستاذنا الليش في نويات دكتور بنهان صالح دلل أعلى وأثبت بأن مدائن صالح هذا اسم في الفترة الإسلامية ولكن اسمها الحجر حتى في القرآن الكريم الحجر اسمها الحجر هي حتما شوف يطول عمر عبدالعشان لا يفهم خطأ هي حتما الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن هو قد من المدائن نورى متجهين يتبوك ومر بوادي القرى المكان الذي وقع فيه العذاب هو في وادي القرى وين وادي القرى؟ هذا كم يبعد عن الحجر؟ هو ضمن الحجر يعني قصتي العلا ضمن العلا يمتد لا أدري ولا كم يمتد لكني أنا طالب تفتلك الفترة الحقيقة لأنه يا عبدالله يترتب على هذا حكم شرعي لنفرض أن الحجر اليوم ثبت بالدليل القاطع بأنها هي تعود إلى قوم صالح علينا أن نطبق الحكم الشرعي وعدم الإقامة فيها لأن الحديث هذا حديث صحيح أنا سألت متخصصين في الحديث فهو حديث صحيح فأنا من باب البحث عن الحقيقة لا أكثر والأقل إن كان ثبت أن الحجر هي مدائن صالح أنا لا أصر أنها ليست هي لكن أنا عندي أنها ليست هي مدائن صالح إيش دليلك؟ دليلي الآثار الموجودة فيها لم تتعرض للتخريب ما فيها التخريب اللي حصل والعذاب اللي وقع على مدائن صالح الغمامة السوداء العذاب اللي جاء قوم أنا كاتب الحقيقة بسناسية هذا عام 1998 1995 لكن على كل حال ترى هذا الكتاب نشرته أنا بعدين نشر برها يعني نشر لكن وين المكان البديل المكان البديل اللي تعرض للتعديم ووجودها أنا رأيت أنه في تلك الفترة طبعا وبعدها في كم سنة أنا رأيت أنه الديدان اللي هي الخريبة قبل أن أتشرف من جامعة المكسعود أن يكون رئيس رئيس البعثة كنت أرى أنه هذا المكان هو المكان الذي حصل فيه العذاب لكني عندما نقبت أنا فيه وذهبت التنقيب تبين لي أنه أيضا الزلازل الموجودة في الموقع ثبت أنه في زلازل زمين الدكتور عبد الرحمن عبد الناصر الزهراني وأحد الزملاء المصريين الله ما نسي تسمى سبع النظيم هؤلاء أهدوا دراسة عن الزلازل الموجودة لكنها ليست الزلازل التي تؤدي إلى الهجرة هي زلازل طبيعية منطقة العلا منطقة زلازل طبيعية أيضا أنا عندي نوعا من أني لا أرى أنه مع الجدران اللي موجودة في الخريبة ليست الحقيقة الإعطاب فيها أو التمدد أو ليس ناتجا عن الزلازل ولكن ناتجا عن المياه الموجودة فيها الأمطار التي تجي لأنها هجرت أصبحت الانتفاخ في الجدران وغيره ليس بالضرورة عن زلازل فأقول أنه الآن غيرت رأيها الحقيقة لا أرى أنها الخريبة أو ما يسميها الديدان ليست المكان اللي وقع فيه العذاب لذلك أنا طالبت الحقيقة الجاذة العلاقة بشكل جاد ليس بشكل إعلامي وبشكل جاد يجب أن تكون فريق آثاريين مؤرخين حق الحديث مؤرخين في السيرة النبوية وحق فقه وجغرافيين يقوموا بتتبع سيرة النبي عليه الصلاة في غزو التبوك حتى نستطيع أن نبين أين المكان الذي وقف فيه الرسول ونبه صحابته لأن هذا المكان هو الذي حصل فيه العذاب ولا يجب أن تبقوا فيه أو تمروا فيه لمتباكين يعني أنت الآن تقول أنه ما هم مدين صالح العذاب لم يقع فيه مدين صالح لكن من يتأكد بالضبط وين مكان هو موجود في ودي يحتاج إلى فريق وهذا مبني على الأدلة من الأثار المادية نعم ما في شك يعني فيفترض الحقيقة أن يكون فيه توجه الآن على بعدين يا عبد الله يعني هل هذا المكان ما عرفنا أنه موقع العذاب إلا قبل خمسين سنة ما كان في الفترة العباسية ساكن فيه عايشين فيه وكان فترة العثمانية ساكن فيه وكان فترة الأموية ساكن فيه وكان أقرب موجود في حياة موجودة نفس الأماكن التي طلعوه منها قبيلة الفقراء هي نفس الأماكن هذه التي اعتبرت أنها هي الأماكن فهذه الأماكن كانت عايشين فيها فترة فترات الفترة العثمانية كما سكة الحديد موجودة وكلمة الحجر التي تأتي أحيانا في بعض الأحاديث لا لا ارتباط في موضوع فلا عشان كذا قلتك أن الرسول عليه السلام هذا الحديث صحيح يعني من الحديث الصحيح تماما لكن لا تنطلق على مداياه صالح أين المكان الذي الرسول عليه السلام قال الذي لا ينطق على الهواء قال لم نجده إلى الآن في حوض صخري كذا نعم يسمونه محلب الناقة أو شيء محلب الناقة نعم هذا أيضا ثابت أنه الناقة كانت هناك أو أنت عندك وجهة نظر في هذا الموضوع لا لا أظن هذا متأخر كذيب يعني متأخر وطبعا نحن نسميه كأثريين من باب التسويق يعني أنه ما عندنا مانع نمشيين يقولون هذا محلب الناقة حسن سوق لناس يجيون يزورون يعني لكن لا علميا نحن نبيل علميا لا علميا لا